جمهورية مصر العربية بشكل رسمي بتنعي بمزيد من الحزن والأسى الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهم والذين وافتهم المنية يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 إثر حادث أليم وإذ يتقدم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بخالص التعازي والمؤساة إلى الشعب الإيراني الشقيق يدعو الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان معربا عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل وهنا ينتهي البيان والتعزية والنعي بشكل رسمي ورحمة الله على كل الذين وفتهم ألمانية ترجمة نانسي قنقر